موسيقى احتياج لها وتأثرها بيأثر على اتصاد المصري أي تأثر في السياحة طب ايه الجديد في مجال السياحة في عودة السياح خاصة من دول زي الروس هل حيبقى فيه بادرة أمل للموضوع ده هنتكلم في الموضوع ده وازاي فتح أسواق سياحية جديدة كل المنوات دي هنتكلم فيها مع ضفنا النهاردة صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم أحسانا متشرفت بحضرات مشرفت بالبرنامج شكرا فندم أولا نتكلم بقى عن السياحة الروسية احنا على طول نسمع أخبار عن يعني دفعات من الخبراء الأمنيين الروس بيجوا مصر ويسافروا تاني ويجوا مصر تاني ويسافروا فيه أي جديد منسبة لزيارات دي والله هو البوادر ان شاء الله مباشرة ان هم هيجوا تاني هو فيه بطء في الإجراءات الحية هم ليوم متطلباء متطلبات معينة ومفاييس معينة بيقصوا على أساسها تأمين السياح بتوهم نظرا لأن برضو روسيا عندها عوامل سياسية تدخلها في السياسة في سوريا وضد تنسين داعش وغير وغيره فبيبقى عندها ألأ جامد جدا على الرعاية بتوهم فبعد حدثة الطيارة الروسية شرم الشيخ واللي كانت نتيجة عمل معين إرهابي فهم عندهم ألأ وتوتر ولكن دا مش موجود لدى الدول الأخرى فهم طلبين معايير ومقاييس معينة فهنا في مصر بتبتدي أو صحيح فيه بطء في الإجراءات ولكن طبعا المعايير ومقاييس لسه مصلتش لدرجة الكمال اللي هي مطلوبة أو للدرجة اللي هي مطلوبة من الروس بحيث إن هما ينزلوا رعاياهم بس في القريب العجل تفرج الأزمة لأنه كان قبل حدثة الطياران أو هنقول حتى قبل 25 يناير كان بينزل ما يعادل 3 مليون سيح روسي في مصر وده كان أكبر نسبة موجودة لها الألمان بعد كده كان فيه برضو نسبة عالية من السياحة الروس هما اللي كانوا مليون الفراغ خلال لغاية ما حصلت الحدثة الطياران الروسي فنتوقع بإذن الله إن شاء الله إنها تنفرج الأزمة والاحتياطات الأمنية حسب بقى وجود أجهزة معينة كاميرات تصوير ياريت أنا أعتقد لو فيه تبقى كلاب مدربة تدريب كامل وغالية جداً الكلاب دي بتبقى على شم المتفجرات تبقى موجودة في المطارات بحيث إنها تشم كل الشنط والحاجات دي زي الكلاب اللي موجودة في القرص ياحية أو في بعض الفنادق الكبيرة أو في الموز بس تكون مدربة تفضل تعمل تشيك على التقرات وتعمل على الكذا ودي مش يعني ده مش عيب يعني أو كيب لأن فيه كلاب مثلاً بتتابع المخدرات طب نجيب كلاب تتابع المتفجرات تعمل تشيك على الجنط والهاجات دي وده المفروض إن هو يبقى أنا أتوقع أن حاجة زي كده هتبقى مهمة لو نفزه بصراحة هو طبعاً إحنا عرفنا إن الحكومة شترت رادارات تتحطت في المطارات وأجهزة جديدة وكانت قابلة تستعدادها حتى إن الروسي بقى لهم قاعة مخصصة لهم بس على شرط يبقى فيه عدد منمام يعني من الرحلات أتيجي لمصر علشان يقدروا يشغلوا قاعة مخصوصة للرحلات الروسية بالتأمين مخصوص للروس بس أقول الحقيقة يا مجموعة عناصر رادارات كويس جداً كاميرات كويس جداً عنصر بشري مدرب تقريب كويس جداً أنا أقول الحديدك حتى في بعض المطارات بيستخدموا فيها الكلاب دي الكلاب المدربة على شم المتفجرات يعني تتابع الشونة أو الشم الشونة دي موامة برضو جداً عس دامني يعني أنا في أمريكا أنا شفت إن كان فيه كلاب بتبقى في المطارات يعني ما وانا هناك فما فيهاش مشكلة يعني أنا قصدي مجموعة عناصر وعوامل كلها تتفق مع بعض في توفير الأمن وبعد كده لما يدخلوا برضو داخل البلد لازم تبقى فيه عناصر الأمن متواجدة بشكل جداً كبير قوي عشان برضو نؤمن الناس دي كلها فهو ده شيء مهم يعني تعتقد إنه مثلاً إحنا عارفين الموسم الجاي اللي هو كريسمس والنيو يير ده بيبقى فيه سياح كتير هل دلوقتي إحنا خلاص تأخرنا ومش هنلحق الموسم ده الحكوزات اتعاملت برة للرحلات بتاعت الأجازات دي ولا ممكن نلحق لا لا إحنا هنلحق على فكرة المعلومة دي مش صحيحة لأن الشارتر بتده ينزل بالفعل فيه شارتر تركي نزل وفيه شارتر ألماني نزل وكان فيه فلوقسور شارتر وده بيدول إن فيه سياحة ثقافية ابتدت تنزل ونزل حوالي خمسمائة ألماني على كازة تيارة شارتر وهينزل عدد من الطائرات الشارتر الكبيرة في نوفمبر وفي أكتوبر يعني متوقع من ألمانيا ومن أوروبا ومن إيطاليا وعلى حسب مسارح السفير الأوكراني إن فيه من أوكرانيا تيارات كتيرة والترافل إيجنت بتاعي برا قال لي إن فيه هينزل تهران شارتر كتير الفترة القادمة بس النقطة أنا عايز أقولها لحاجة التسويق السياحي مش بيتطلب دلوقتي بس وجود المعارض وتعاقدات من خمس شهور أو كده زي الأول أنا عايز أقول لحاجة حاجة أنت من خلال السوشيال ميديا زي قلنا الفيسبوك والإنستجرام والتويتر والحاجات دي لو نزل الإعلان أو الجوجل لو نزل إعلان صغير أو إعلان كبير لفترة معينة لمدة أسبوع أو أسبوعين بيصل إلى ملايين من الناس وممكن من خلال ملايين دي حتى لو هيجي 2% أو 3% فيقدر يحجز واخد بال حديث الحاجز آخر دي يعني الشركات برا تستخدم في أوروبا دلوقتي السوشيال ميديا والإنترنت يعني مثلا توكيل سين توكيل سين ده بيبقى عامل برقم واحد بيعمل إعلان الإعلان ده بيجيله من كل حاجة بيحجز عنده سواء ففي تيران شارتر وفي رجال أعمال مستثمرين تقال جدا عندهم التهيران اللي بيجيب لهم الناس بايتهم هنا يعني للغرداء أو معجار بقى واتفر فده بتبقى عملية أسرع من الأول بكتير يعني لأن إحنا وصلنا للتكنولوجيا إذا كان يعني أقول الحياة مثلا من مئة سنة كنا مستخدم الترنك فإحنا وصلنا للآيفون 7 فأنت بتتكلم دلوقتي أن أنت لازم تواكب السوشيال ميديا حتى في السياحة الداخلية حتى في السياحة الدينية عندنا السوشيال ميديا بقت بتلعب دور كبير جدا أكتر حتى من الإعلانات في الجرايد يعني الناس ما بقيتش تبص الإعلانات في الجرايد بالنسبة الكرير أنا بكلم عن السياحة مش بكلم عن أي حاجة تالي كلوا على النات دلوقتي وشوف التذاكر الطيران وشوف القتلات ويطلع النات على طول كله ده الاندفيدوال اللي هو بي أنا بكلمش أنا بكلم عن الحادث نفسه الإفنت يعني فيه ناس بتحجز أونلاين بس دي بياجد صعوبة في أنه هو يرجع الفلوس من الشركة وما يتعاملش مع حده ما ترجعلوش فلوسه وإزاي يقدر يأخر المعاد وإزاي أجله فدي لها البوزيتف والنجاتب الإيجابيات والسلبيات لكن أنا بكلم لما يجي مثلا بعمل حدث دلوقتي في السوشيال ميديا أنا بقول مسلا إن فريق زي فريق في فرق جاية زي فريق مودرن توكن جاي في مرس عالم أو جاي في سومة بيبين أو بتعاجز كده في شهر معين طيب في السوشيال ميديا بتتعرف كل حاجة في فريق مسلا جاي ما أعرفش يعني أو فرق بطولة فرق بين أي بطولة أي حاجة أقول الحاجة حاجة لما بطل أولومبي دلوقتي عندنا أو بطل بيكسب في الدورة اللي شغالة اللي هو دورة المعقين دي بيكسب مدليا ده بتقول السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه في لحظة خلاص؟ والإعلانات والجرائد وا 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 دلوقتي إحنا عندنا السوشيال ميديا بتلعب دور كيجير جدا في إنها تعمل يعني ممكن تبص لقى حضرتك إيه الشركة تنزل إعلان مثلا تبص لقى إيه الإعلان ده نزل في السوشيال ميديا بره خلها تملى طيارة كاملة شرطر تنزل مصر فهو متوقع إن شاء الله في نوفمبر إنه بس مش أنا بكلمش عن ساحة الروس أنا بكلم عن السوق الألماني السوق الأوروبي وده سوق مهم لمصر يعني طبعا لأنه أقرب سوق لمصر هو السوق الأوروبي أقرب من سوق شرق آسيا وأقرب من من أمريكا اللاتينية وكده لأن ده محتاج خطوط وده النقطة اللي هنتكلم فيها محتاجين تيران كتير جدا إزاي ندخل الأسواق الجديدة يعني اعتمدنا على سوق واحد زي أوروبا يعني وضح إنه صحيح مجزي ولكن في المشاكل السياسية بيتأثر جامد إزاي ندخل بقى على سياحة دول تانية عراقب تقول فيه مشكلة في الطيران مشكلة دي مع أسيا ولا مع أمريكا يعني مع أنه دول لا هو المشكلة دي مع بعض المسافات ومفيش عندنا يعني فرصة إن المستثمرين القطع الخاص إحنا عندنا مصر في الطيران تعتبر الشركة الوطنية وهي ما عندهاش كافة الخطوط اللي هي للمناطق دي فإحنا لما بيجلنا سياح مثلا من أستراليا أو من كندا أو من اليابان مثلا ما فيش تيران فلازم يجي على خطوط تيران مختلفة خطوط التيران الدولية أو العالمية المختلفة دي بتبقى غالية مش كل شخص في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية أو في أسيا أو في كندا أو في أستراليا بيبقى قادر على دفع مثلا وقيم التذكرة 1500 دولار أو كده أو أكتر أو ساعة ألف دولار ألف دولار دلوقتي رقم بالنسبة لماسك فكتذكار التيران واحد فإحنا المفروض يبقى عندنا فيه نوعين من السياحة إن إحنا يبقى عندنا إتاحة الفرصة للمستثمرين إنهم يبقى عندهم التيران الخاص طاهم الشرطر اللي يفتح خطوط زي كده ويبتدي يجيب وتبقى فيه منافسة من الشركة واحدة يبقى فيه ست سبعة شركات تقدر تجيب المسافات البعيدة تقدر تروح الهين تقدر تروح الصين تقدر تروح تايلند يعني إحنا ممكن يكون عندنا رحلة مثلا لمصر التيران لمنطقة في الصين أو لبلد زي جوانزو أو شانجهاي رحلة واحدة بتبقى مثلا الفترة دي يمكن عشان فيه شغل وفيه بيزنس وكده للرجال العمال مصريين أو للتجار المصريين لما بيروحوا المعارض للفترة القادمة لكن ما عندناش للعميل العادي أو للسايح اللي هو يقدر يجيب التيران دا لأن التيران دا غالي فده بيناسب مستوى معين من الأشخاص أو الأفراد واحنا ما نقدرش نعتمد في سيحتنا على الناس دي طب نتكلم عن الصين يعني الصين صدرت حوالي عشرين مليون حسب مفهمت السايح السنة اللي فاتت أكبر عدد من دولة واحدة يعني معظمهم راح لأوروبا مثلا ولا بيروحوا للمناطق المجاورة ليهم ممكن أمريكا جزء إزاي أجيبهم لمصر هي أوروبا تعتبر مسافة برضو بعيدة مشكلة التذكارة المفروض تبقى لمصر برضو لو هيدفع مش قيمة التذكارة خطوط التهيران قليلة يعني خطوط التهيران يعني عايز أقول حقا يعني ممكن كان فيه مثلا خطة تهيران ما بين مصر واليابان مثلا وزعكة أو كده ما بقاش موجود طيب الناس هتيجي ازاي ما هو مش موجود عشان فيش عدد كفاية بالزبط ما هو بقى العملية على نتيجة الظروف السياسية والفترة اللي فاتت نحن نحن نحتاجين تذكارة بس لما يكون فيه تهيران شارتر يعني نقول حقا لما تهيران شارتر تقف تذكارة التهيران مثلا بـ 300 او 200 يورو أو 200 وتسي أو سوري 300 يورو مثلا هنقول للسين تبقى مثلا 400 دولار أو 500 دولار غير ما تكون مثلا رقم كبير بقى تدخل في ألف دولار فانتا كان في برضو موضوع الفيزا في المطار أن الزبون الصيني أو العميل أو السائح السيني ما يقدرش ياخد الفيزا في المطار ففي بعض الدول عاملة تكون مع حضرتك ألفين دولار وانت داخل تاخد الفيزا في المطار ويتمعك حجز فندق أربعة وخمس نجوم فتطبقوا النظام ده مع الصين دلوقتي فده هيسهل إن هو يبقى حاجز مثلا فندق أربعة أو خمس نجوم ألفين دولار فياخد الفيزا ده الطبق هنا في مصر دلوقتي اه أنا قريت إن هو طبق دلوقتي من التسهيلات اللي هتمنح للصين عشان ده نوع من الحافز نوع من التسويق بس هتيجي فيه تيران شارتر دلوقتي شغيل مع الصين لو إحنا قدرنا نخلي تيران شارتر برضو مع الهند تيران شارتر على طول مع أمريكا اللاتينية وأمريكا اللاتينية كبيرة جدا فده هيقلل من تكلفة الرحلة فهييفوا الناس المسافات الطويلة دي لكن إحنا بنحنس للناس على خطوط تيران دولية مختلفة دي غالية طبعا طبعا أغلى بس أنا عايز أقول لحق حاجة إحنا ياريت نقدر نوصل في مطاراتنا لسيحة الترانزيت سيحة الترانزيت إن بيجي تيران أي تيران داوي أو تيران شارتر من حتة تانية من أمريكا اللاتينية من الهند من الصين من تايلاند من أي حتة مثلا وطالع على جنوب أفريقيا ينزل مصر مصر يعني الترانزيت يعد 7-8 ساعات هيبقى عندك السياح دي موجودة ممكن ناس تنزل مصر وناس أخرى تكمل على أفريقيا العكس من دول أفريقيا بقى كل أفريقيا تيجي مصر وتبقى مصر سيحة الترانزيت التهران كله ينزل في مصر ومن مصر ينزل أمريكا اللاتينية ينزل لأوروبا ينزل للسين ينزل لكازا لو قدرنا نوصل في مطاراتنا لسيحة الترانزيت الترانزيت ممكن يوعد الواحد يوم ممكن يوعد 7 ساعات ممكن يوعد 8 ساعات إزاي نقدر نشجع حكاية الترانزيت حاجة بقى بين وزارة الطيران ووزارة والمنظمات الدولية ووزارة السياحة الاثنين مع بعض لو قدرنا هتقدر تفتح يعني هيبقى عندنا السياحة في مصر حتى كل الأحداث العالمية يعني أنت حدرك أنا بقولك أوروبا عايزة تروح أفريقيا تبقى مصر الترانزيت آسيا عايزة تروح أفريقيا هتيجي مثلا بدل يعني فيه تيران بينزل دول تانية غير مصر وبعدين ينزل على أفريقيا دايرك زي دبي إحنا بقى لازم نكتازب كل سياحة الترانزيت أو سياحة التيران دي من كل دول العالم بحيث أن إحنا نبقى المحطة الرئيسية ما بين إحنا حتى كقارة إحنا ما بين أسيا وأفريقيا وأوروبا كمان طب ما نخلي سياحة الترانزيت كلها يجواننا مثلا لو جايين هنا تبقى طالعين مثلا دولة زي كينيا دولة زي جنوب أبعد دولة بروندي رويندا طب ما ييجي مصر الترانزيت عند هنا ومن مصر من مطاراتنا ومطاراتنا يعني فيها إمكانيات أنها تبقى فيها سياحة الترانزيت ويروح بها حلقنات فهنا أنت هتجيب من كل جنسيات العالم بس بقى لازم تنصيق وتنشيط بقى وتسويق وعلاقات و طب حضرتك مثلا من خلال عملك ايه الحاجات اللي شايفة لما بتقعد مع الخبراء او مش خبراء اللي هما بيشتغلوا في مجال السياحي برا وعايزين يجيبوا السياح لمصر الشركات الوكلاء ايه اللي ناقص يعني هل مثلا يقولك عايزين كزا من مصر عشان نقدر نجيب الناس بتوعنا عندك وعايزين كزا هل بيحصل حوارات في حاجات زي كده اكيد بيحصل حوارات هو فيه بعد سياسي خلاص وفيه بعد اقتصاد البعد السياسي تبقى لتحسن الظروف السياسية او مصالح الدول بينها وبين بعديها فبيبقى نتيجة كده يعني ما بيحصل ايه حصلت في فرنسا وحصلت في دول كتيرة في بلجيكا وبروم في جراد بس السياحة بينهم شغالة مصالحهم بتتقابل مع بعض فده الجزء السياسي الجزء التسويقي الاخر اللي هو ان احنا بنفصل البحر الاحمر عن نقصر واسوان عن القاهرة عن سينة لان موضوع ان فيه حرب على الارهاب في سينة ده بيقصر بيسمع فاحنا بنقول سياحة البحر الاحمر سياحة كزا سياحة الشاطئية سياحة الفاهرة او سياحة الفاهرة انا اسف في عندنا انواع كتيرة بس التسويق الحوافز اللي ممكن نديها للاجانب بالذات ان احنا دلوقتي في مرحلة من المراحل ان احنا محتاجين الاسواق كلها انها تيجي عندنا احنا مش وصلين لمرحلة ان احنا نقدر نملي شرطنا يعني فيه كزا مرحلة فيه مرحلة ان احنا بنفضل نسوق لازم نقعد نسوق على طول بكل الطرق بقى المشاهير اللي بيجوا الاحداث العالمية على طول دي حاجة كناحية تسويقية من القطاع الخاص الوزارة السياحة ومن الهيئة التنشيط السياحة الابتكار الابتكار ان الواحد يبقى كرياتف في يعني زي ما بقول لحضرتك ما ينفعش نسوق فيها بنفس الطرق التقليدية اللي كنا بنسوق بنها من ستين سبعين سنة هو الراجل شاف الحاجات دي كزا مرة لازم اواكب العاصر لازم اواكب السوشيال ميديا لازم يبقى عندي قنوات بقى دي مش مش فئدينة بس لازم تكون عندنا قنوات عالمية فيه احد زي ما قلت لحضرتك الدور الاعلامي كبير بردو يعني بيقولولنا احنا ما بنسمعش مصر هو طبعا ده بس فيه احد الاخلام وكان فيه مسلسل في رمضان اتكلم او اظهر مصر بشكلها الجميل جدا المناطق السياحية الاليت البحر مش اليه اللي هي الحاجات بقى لضربوا القتلوا لا فده برضو نتيجة لشهرة هذا الفيلم حقق ارباح وسمع فيه على الأقل في الشرق الاوسط احنا لو عندنا كل الحاجات دي وبالذات الاعلام والقنوات التلفزيونية اللي هي حتى بتاعت القطاع الخاص انا مش اقول اللي عندها المقدرة انها تبقى ليها فروع في اوروبا بتبس صورة كويسة عن مصر دايما وتتكلم عن مصر والمناطق الجميلة والسياحة وبرامج كلها عن مصر. حتى لو كانت البرامج إيجابية، برامج توك شو تبقى إيجابية. اللي بيواجهنا من مشاكل مع السياح الأجانب بس دي اللي هو ممكن يبقى مضايقة السياحة، بعض بعض البحرشات، دي اللي هو لازم السياح لما ييجي يحس بأنه هو في الهوم، يعني في بيته أو كده، مش بيحس أنه هو لقمة، يعني أنا آسف في التشبيه أن كله عايز يعني ياخد منه مصلحة أو يعمل منه أو دي نقاط. بالنسبة لو في شركات زي ما حضرتك بتقول هتأمن المناطق السياحية، الشركات دي طبعاً لازم يعني القوانين تكون صارمة بمعنى إيه تطبق، ما ينفعش أن نتلاقي بيعة موجود بيلحق السياح، بيعة موجود مش عارف إيه، دي الشكاوي اللي بتيجي من الخبراء أو كده. يعني القرار الأخير من الحكومة بأنها تفاعل وجود الشركة التعخص في تطوير المناطق زي الأهرامات مثلاً. تطويرها ولا حمايتها؟ كله يعني هيحطوا زي ما يقولوا توالتات جديدة، مطاعم جديدة بس بشكل معين، تأمين المنطقة، غلقها وتأمينها، تنظيمها من جوه، يعني إعادة تطوير المنطقة بس من خلال الخطاع الخاص حسب ما أنا فهمت كده. يريد، يريد ما تكونش شركة واحدة، يعني أنا عايز أقول إيه؟ بلاش موضوع الشركة واحدة، إنه يتكون فيه كذا شركة عشان يبقى فيه منافسة، دي شركة هنا مسكة منطقة الأهرامات، فيه شركة تانية مسكة منطقة كذا، بحيث أن يحصل تنافس لتقديم خدمة للسايح، وتقديم خدمة للمنطقة، وتقديم خدمة لكل شيء، طبعاً هتبقى لأن مش هتقدر التأمين بتاع المناطق يكون كله منصب على الداخلية أو كده، لأن طبعاً فيه مشاكل كتيرة بتواجه السياح في منطقة الأهرامات، بتواجه السياح في مناطق مختلفة، نتيجة مثلاً وجود بعض البيع الجائلين اللي بيعملوا مشاكل أو كده، ووجود ناس ما معهاش تصريح بتدخل برضو وهكذا بعض هذين مناطق، فده طبعاً مهم جداً. دكتور حسام هزاء عضو الجمال العمومية غرف الشركات السياحة والخبير السياحة شرفتنا النهاردة يا فندم، شكراً لوجودك معنا. شرفتنا يا فندم، وأشكر حضرتك، وأشكر البرنامج على هذا اللقاء الجميل. شكراً، ونروح دلوقتي الفاصل ونكمل بقي فقرات مصر الجميلة. اشتركوا في القناة